يعني الشيخ مرة يقول إحنا ما نجوز نشكك بالأحاديث لأنها وصلتنا كما وصل القرآن وإذا نشكك بالأحاديث يجب أن نشكك بالقرآن بعدين يقول مرة ثانية لا صحيحة عندنا لا الكافي ولا الوسائل ولا كذا إحنا ندرس الأحاديث ونشوف الأحاديث المتناقضة هذه أولا تناقضة في كلامه كثيرا بعدين عندنا القرآن الكريم الصريح الذي يقول وسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والله يترضى عليهم رضو رضي الله عنهم ورضو عنه أن تخرج واحد من القرآن لازم عندك شيء آية قرآنية حتى تلغي القرآن أو عندك سنة نبوية ثابتة أو أحاديث متواترة مو بأحاديث يروي لقصة عن الشيخ المفيد أوردها الشيخ المفيد وثم إذا أوردها الشيخ المفيد شيخ المفيد مؤسس الفرقة البويهية الاثنية عشرية مؤسس فرقة منحرفة عن أهل البيت ويروي أكاذيب وأساطير وقصص وهمية وما يجوز اعتماد على ناس أعداء خط آخر نحتج بأقوالهم على الآخرين أنا جبت لك روايات من نهجة بلاغة ومن الكافي ومن الصحيفة السجادية وتاريخ أهل البيت اللي هم يترضون على الشيخين الإمام علي والإمام السجاد والإمام باكر والإمام الصادق بمصادر شيعية أنت تطعفة حسب مزاجك لأن ما تعجبك هالروايات وأنا أكتفي لأنه وقت راح أنكي وأنت تعباني شوي الله أعطيك الصحة والعافية القصة الرواية التي يرويها النوبغتي اللي هو مؤرخ في القرن الثالث الهجري وسعد بن عبد الله الأشعر القمي وأيضا الكشي العالم الرجالي يروون وهذه أحكي لك من النوبغتي وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علين عليه السلام إن عبد الله بن سبق كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في وشع بن نون وصي بعد موسى على نبينا وآله عليهم السلام بالغلو فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وفي علي بمثل ذلك وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه يقول النوبغتي فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهود ويقول النوبغتي أيضا عند ذكره السبائية أصحاب عبد الله بن سبق وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وأثمان والصحابة وتبرأ منهم الأشعر القمي في كتاب المقالات والفراق صفحة 19 وعشرين نفس الكلام يجيبه الكشي نفس الكلام يجيبه الشيخ الطوسي ينقل هذا الكلام في كتاب اختيار معرفة الرجال للكشي ونفس النص يقول وكان أول من شهر بالقول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم فمن هاهنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية فإذا نشوف إحنا علماءنا في القرن الثالث والرابع والخامس كانوا يقولون ما أدى مشكلة مع الصحابة ولا مع أبي بكر وعمر إنما السبائية والغلات الذين اختلقوا نظرية الإمامة وركبوها على أهل البيت كانوا مضطرين لكي يؤلفوا الأحاديث الكاذبة والموضوعة ويشوه سمعة الصحابة وسمعة الخلفاء الراشدين حتى ينقذوا نظرية الإمامة التي ماتت في مهدها ولم تستمر حتى الآن وألف ومثين سنة إحنا ما عندنا إمام معصوم معين مقبل الله ولذلك الشيعة ذهبوا إلى نظرية الشورى التي حربوها أكثر من ألف عام فأنا أختم بهذه الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون في هذه الآية المكررة مرتيا في سورة البقرة 134-141 علينا أن نكف عن استفزاز الآخرين وعن إثارة الفتنة وعن تشويه الصحابة وعن التشبث بالروايات الموضوعة والمختلقة والكاذبة ونعتبرها رواية صحيحة جاية فأنت أبحث لي في سنده أصلا مي جوز لك تحتج برواية عن الشيخ المفيد فيه ضد أبو بكر وعمر فهذا ليس منطق أن واحد قال فت كلام في القرد الخامس الهجري حكى على جاب كلام عن الإمام علي بدون سند وبدون دليل فقط هكذا يقول كلاما أن الإمام علي دعا على عمر وقال لقد ظلم الحجرة والمدر أي كذب في كذب فأنت شلون تصدق المفيد وشلون تصدق من يروي عنه المفيد وصدق الإمامية في الأكاذيب التي يروجوها ضد الصحابة الكرام نحن بحاجة إلى أن نوحد المسلمين اليوم ونكف عن المنهج السبئي الذي أثار الفتنة ولا يزال السبئية اللعانين الآن في لندن ما عدم شغل وعمل غير سب الصحابة وإشاعة الفحشاء ضد زوجات النبي واتهامهم ويعني صحيح حدث خلاف سياسي واختار الناس أبو بكر وعمر وبايعوه وأهل البيت بايعوه الإمام علي بايع أو بكر وعمر وعثمان فلماذا نكون ملكيين أكثر من ملك ونحاول أن نثير هذه الفتنة اليوم بعد 1400 سنة ماذا نستفيد من ذلك؟ هذا كلها قلة عقل ما لدينا عقل حتى نتعايش مع الآخرين ما لدينا عقل حتى نتعايش مع الآخرين